قبل ما نبدأ صلى على النبي وقصتنا النهاردة عن بنت جميلة بتتعرض للخيانة من جزء صاحبتها وبقى وزميلها وكل شخص حاول منها فتكرر تفوق وتنتيم منهم فترى تقدر تعمل ده ولا لأ ده لا نعرفه بس لأول مرة تشوفني اشترك في القناة زميلي وما تنساش اللايك والسبسكريب والشير ويلا نبدأ قصتنا بتبدأ مع البنت دوية مشها وخايفة ومن الواضح ان في حد تبحق وبتحاول تقرب من النوية مرتبكة بشكل كبير ومش عارف تعمل ايه واللي بنعرف ان بنت دي اسمها سيو جاي وون وبينجح في الوصول لها وبيحاول قتلها فبنجل قصتنا مع البدالة هادية لسيو جاي وون ودي تبقى مصممة اساس في شركة كبيرة في كوريا وبتعرف من خلالها تزويد المبيعات وبتوصل لمبالغ كبيرة في السنة ومن الواضح انها بتتم وبتحب عملها جدا فبنجل قبل الحادث اللي حصلتها بتات ايام مع سيو جاي وون اللي بتروح للمقابلة دي وبتعرف نفسها في انها المدارة التنفيذية لشركة الاساس دريف واللي بتكون بنتقنقة كتير بما انها مصممة بقى وكده وبتكون بتتفع مع الاشخاص على موعد المقررة تسلام الاعمال المختلفة وبتحضر نفسها للاجتماعات اللي عليها وبتشوف ان تصممتها اخذ الجواز كتيرة ومساعدتها كان بتوريها ان في شخص يتمي بيها وبيحاول يضايقها فمساعدتها بتروح ترمي الزور دي وده وسط مراحة تحضر نفسها وبتاخد المساكنات خصوصا انها بتشتغل بشكل كبير للدرجة للطرق نفسها ومش بتلحق تنام حتى فبنروح مع البنت دي والاسمها كون يون جون وده تبقى مصنمة وصاحبة سوق اللي تخرجت معها من نفس الجامعة وبينه معامل مشترك وبتحيي على عمالها وبتحسدها علشان هي لسه مغرامة بالفن ومش عارفة تجمع المال وبتشجحها علشان هي تشير قريب وتبقى نجمة فيكون عايزها تعمل حفل ان تقل البيت الجديد واللي بتكون اجلته علشان احتمل راجل يدخل حياتها قريب وبتعرف ان الرجال الصغيرة والمال احسن بما انها متجوزة بقى وكده فبتمشيها وبتروح تتمى بالعقود اللي عليها واللي بتتباحها من الاشخاص الاجانب دول فبنروح لهيو سون يونغ وده يبقى زوكسو اللي بيحضر الطعام بما ان اليوم عد منب بنته وبيقرر لنا عليها وبيلانها مراقة كتير بس بيخالات كلب بنتها قرين وبتعرفها في النايب بالجدها علشان يتحضروا لعيد الميلاد واللي بنعرف من شخصية هيو في انه شخصي بيفضل عائلته على اي حاجة تانية في حياته وبتكلم ابوها سيوك اللي شايف انها مشورة كتير في الاعمال وبتروح تشكر هيو علشان هو بيتم بيته وابوها وفرحانة في انه متفاهم لكل حاجة وانه يتروح البيت علشان تقضي معهم الوقت شوية وبتتكلم في المقابلة في انها بتسعى في العمل عشان خطر عائلتها وانه ده هي القوة اللي بتخيلها تستمر اصلا فانا امه مشين فعربية بتروح ليهم وبتكونها عايزة توقفهم وبتتأزأ بس بتخليه كمل على طول من غير ما يتخانق معاها او يضيع وقت فانا كم مساعدتها بتعرفها في ان فيو مشكلة حصلت في العمل وعلشان كها بتكانسل البيت حاليا وبتروح حتى تقل معيون تي او واللي بيورياه في ان فيو مشكلة في كاميرا الدريف ورفض تأجل المؤتمر علشان ده اول اختراع ليهم خصوصا انها صار في الكثير على الدعاية بس وولا ما بيكون بيعارضها بتفضل عايزة يسمع كلامها في اي حاجة بما انها رئيسته بقى وكده وفي الاخر بتكرر انها تسمع كلامه وتتقابل مع بارك عشان يعدله معاد اصدار الكاميرات وشايفه انه بفضله ومش هتعرف تروح البيت في حين انه يروح يتقابل مع شخص تاني عشان عنده معاد فبيعد الوقت ويروح يتقابل مع بنت الجاملة دي والتي من الوضح لنا من امريكا وبيحضنه بعض في حين انه تتكر كلامه فانها بتحب تبقى مصميمة اكتر من انها تبقى مديرة وقال مبارك بيجي بيبدأ يعادله على التصميم الخاص بالكاميرات علشان يكون شامل كل حاجة من دلوقتي ويتكون تعبنة كتير وبتقول فانه صعب لحظة كانت فيها لما وجهت حاجة ما كانتش متوقعها اصلا والتي فجأة بتفوقع في العمل ويكون في شخص دمر حكاية كتيرة في الشركة ويهرب فبتطلع تتكشف اللي حصل فيها وطبعا بتكون واحدة هناك وبتشوف ما كانش هادات انجازاتها متدمر ومن هنا بيجي لرسالة مجهولة في ان ما فيش مسامحة بعد كده وعلشان كانت بتخاف وبتكرر ترنع الشرطة ونوية تبلغ عن اللي حصل بس بتكون مرعوبة بشكل كبير ومش بتعرف تتكلم خالص وشكة في ان في شخص موجود وبالفعل شكة بيكون صح وبتروح تجري اللي كل حاجة وقتها بيكون معلق وده كله والشخص ده بيكون متباحة وعلشان كانت تتخافى وخصوصا وقت محاولته فتح الباب بالكوة ومن هنا بتروح بتحضر نفسه يا خايفة كتير خصوصا ان الشخص ده بيفضل يكسر في الباب وعايز يخلص عليها بما انها شافته اصلا وهي بتضع المنهارة ومرعوبة بشكل كبير فبيدخل لاب لمطرقة دي ومش قادر تعمل اي حاجة خالص خصوصا انها اول مرة تتعرض لموقف زي ده بس بتشوف ملابسه بتركز فيها ورحلها وعاوز يقتلها وفجأة الحرس بييجي وبيهرب منه على طول فبيعد الوقت والشورتة بيجي وبتعرفهم فان الشخص ده بيطرده من سبع سنة عن طريق رسائل او هدايا بس اول مرة يجي لها بطرقة دي وبيعرف ان الكاميرات ما جابتش اي حاجة لها خصوصا ان كان في فحص موجود وعلشان كده كل الاشخاص اللي هنا بيحصل لهم شك على طول فبيعد الوقت واليوم بيجي وبيقلق عليها بس هي مش بتحاول تبين ده وبيسألها لو هي شافت اي حاجة عن السايكو اللي بيتابحهم ده فبترتبق ومش بتوفي تقوله اي حاجة وبيكرر ان يفضل في الشركة معها لغاية ما يخلص موموته دي فبيطلع ويفضل مركز فيها وبيحاول يكون معها هنا بس ان الواضح ان الكاميرا دي بتكون صورت اللي حصل فبيعد اليوم مع مارس سور الرياضة وبتتكر وقت ما اجمت السايكو ده عليها وبتحاول تتجاوز اللي حصل فبتروح العمل عادي عشان تحضر لاستقبال المنتج الجديد واللي بتروح تتابعه بس ان الراجل ده بيجي واللي بيكون اسمه نام تايجو وبيتابحها وبيعرفها اسم امها وبيكون عايز يتكلمها كمان وبالفعل بروح بيكلمها بما انها شخصية مشهورة بقى وكده وبيتكلم معها لان بعد ماماها ماتت كانت عاملة تأمين وبأخده وبتعرفها في انه لم يكن مبلغ كبير بس بيعرفها في النساء بموتها يا مرض مزمن وبتكون عايز يتكلم معها على طول وعلشان كاب يقول في انه يوجد حاجاتهم في التحقيق علشان قبل ما ماماها تموت وتسمم نفسها انتقلت للتورق 3 مرات وكانت سيوك معها في كل مرة وان المشف قالت انها سممت نفسها في 3 مرات بس هو شاكك في انه شخص هو اللي خلالها تعمل كده وشاكك في سوك بس تنكر علشان يوثق في بي منه ابوها وعاوزها يجيب دليل وبتهدده علشان لو الصحافة عرفت ده بدون دليل فمش هتسكوت ليه خالص فبيعد الوقت معسول اللي بتروح حشان ترتاح وبتطمن على بنتها قرين ويهي نايمة وبتشوف رسمها واحتفالها بعيدتها وبتبتكر كلامه في النبوها مش ابوها البيولوجي علشان ده الزوج الثاني لامها اللي ماتت وبتكونها تشك فيه في النواة اللي فعلا اقتله معه ولا لا فبتنزل تروح لهيو وبتحضنه وعاوز ترتاح شوية وبيلاحظ ان في حاجة مش كويسة حصلت معها فبترفض تعرفه ورغم ان المستعد يسمحها على طول فبتتأثر وبتعرفه في ان في شخص زرم التأمين وقال ان ابوها اخد عائدات منه خصوصا ان امها قبل ما تموت شاربت منبودات حشرية كتير وعلى حسب كلامه فممكن يكون ابوها والسبب في موتها بس ان هيو بينكر ده علشان ابوها كان بيحبها كتير وبيتم بيها بس هيو بتكون لسه شكة في كل حاجة من اللي سمعتها دي للدرجة اللي بتضع الصهرانة ومش عارفة تنمي الكلام ده فبيعد اليوم مع يوم الحادث اللي يحصل لها وهي راح تتمي بنتها ارين واللي بتكون بتكره الدراسة من صورها بس ان هيو بييجي وبيفرحهم التلاتة وبيشوفوا الاولاد اللي بتكراش عليهم وبيتكون بتحب كتير بيمنىها مشهورة بقى او كده فبتيجي ماشية هيو بيتطمن عليها بسبب موضوع ابوها ده بيوضحها وبيمشي فبتروح الشركة وبتشوف ناس رسمة تشيرت السايكو اللي كان بيتردها وبتتصدم بشكل كبير وبتفتكر كل اللي حصل وقتها بس الشخص ده بيروح يجيب فونها لها وبيمشي على طوله ومستغرب وحرفيا بيكون جلع فوبيا من الامر ده فبتروح وكل شوية تفتكر اللي حصل لها وفجأة الشخص ده بيرن عليها وبيكون نوي ضيقها فبتيفف وشه على طول علشان مش طياء اصلا فبتروح تعرف كم فانها ترنع الشرطة عشان تبطل تبحث عنه خصوصا ان المرحلة ده مش وقتها خالص وبتروح تتابع كل الموظفين علشان الشك يروح لأي حد فيه معادي وبتشوق اكتر فيون وفجأة بتشوف الكاميرا دي واللي مفرد انها سجيلك كل اللي حصل وبتحاول تلاقيها بس فجأة بتشوف ورقة خاصة بركن العربية خاصة بيه واللي وقعت منه واللي بتروح تعخذ المفتاح خاصة بيها وبتحاول تتوصل لها واستمتبعت الراجل ده وشك فيها اصلا فهي بتفضل تدورها العربية لغاية ما بتفتح قدامها العربية دي وعلشان كما بتروح تركبها وبتحاول توصل هاوية صاحبها وبتدار في كل مكان فيها حرفيا لغاية ما بتشوف التشيرت اللي كان لابسه وقت مهاجمها وفجأة في شخص بيجي وعلشان كما بتروح تتخفى وترجع المفتاح من جديد فانا بتروح تتابع الشخص ده واللي بيروح يركب عربيته والمفاجأة في ان ده بيكون هو يون وبتصدم بشكل كبير ومش بتصدق خالص وبتكرر ترين عليه وبيجزب طبعا عليها في انه بيشتغل فبتمشوا هي منهارة ومش مصدقة في ان يون كان عايز يقتلها اصلا وبتروح تحاول تتوصل مع يو اللي مش بيكون في البيت خالص وبتفضل مش عارف تتصرف ازاي فبتروح تركب تاكسي وبتروح للنادي خاص بجزء واللي بتتصدم اكتر فانه مش مشترك فيه اصلا منتهات شهور وبتحكي فان من وقت الحادث اللي حصلها ما عادتش يبتصق في اي شخص تاني وبتروح البيت وبتردن عليه وبتلاقي فونه لسه موجود بتستورب منه بس بتبدأ تشك فيه وبتروح تحاول تفتح فونه وتشوف اخر مكالمات وحتى صور لصورها بس مش بتلاقي اي حاجة وفجأة بيجير السلام الرقم مجول في انها يوصل كمان شوية وبتستورب فبتفتكر وقت المكان معها وبيجاز له القهوة اللي بتشكر في ان بيحط فيها حاجة وبتكرر ترنع ليوم ساعدها وعايز يتابع ساعة زكية وبالفعل بيعمل ده وبتروح المكان ده بس مش بترعب توصل لجزءها وعلشان كان بترابه وفجأة كون بترنع عليها علشان كانت تتعمل حفلة قريب ومستغربة في انها مدهتهاش وبتشكره علينا جنبها دايما وبتحاول انها تمسك نفسها بس فجأة بتشوف جزء يو وبتتصدم منه وبتفضل متابعات بس بتكرر تمشي علشان العامل الخاص بيها وفجأة بتلاقي في انه كون رايح له اصلا ومن هنا بتتصدم بشكل كبير علشان شايفة ان جزء بيخنع مع صحابتها المفضلة فبتتماسك وبترح تقدم العرض الجديد الخاص بيها بس كل اللي تبلع وقت ما شوف الجزء مع صحابتها المفضلة وبترتبط جدا وبتمشي وهي مش فوعيها خالص وخصوصا لما بتشوف يون اللي بيحاول قتلها قدامها وبتعرف انها متحاطة بقتلة وخينين فانا بتطلع وبيروح وراها وعاوز تطمن عليها بس تبايدوا عنها على طول وعاوز يعرف اللي بتخبي عنه وعلشان كابتروف تروح معا في اي مكان وبتجر تروح تشرب وبتكري كلام عن ابوها اللي رباها وعن زجال اللي خانها وعن زمائلها اللي بيكرهوها وبتفضل تبكي بشكل كبير وبتضحك من الصدمة تحت المطر فبيعد الوقت وبيجي لرسالة بتحذرها فانها تخلي بالها من المشي الوحدة بالليل وبتشوف العربية اللي حاولت وقفها وراحها تغبطها وبتقع وبتجرع على طول فبتروح للشرطة بس بتخاف على صورتها وبتمشي وبتكون مش عارف تكلم مين وبتشوف الصائق وعاوز يقتلها وراح وراها بتحاول تهرب منه بس بيفضل وراها لغاية ما بيروحوا بيمسكها وبيقلبها في النهر وبيغم عليها فالشرطة بتروح تدور عليها وبعد محاولات كتيرة بيلقوها وبيحاول ينقذوها فبتروح المشفى ويوم بيكون هناك متبحق وكمان هيوب ييجي وكمان أبوها وحرفيا بتكون متحطة بالتعبين والعقارب فبتفوق بتشوفهم جنبها وبتكون مش طيقاهم بعد ما عرفت حقيقتهم وبتقول لكل اللي كانوا السبب في اللي خلوها كده ونويت انتين منهم بسقب اللي عملو فيها مع تحضر الطعام من جنب كون الحربية دي ودي تبقى صاحبة سوو اللي بتكونها مع جزاء أصلا ولي طلع خايا نوات كتير فانا بيكون السايكو اللي عرفنا في نيونتي او وده زميلسو في العمل هو اللي بتردها من سبع سنين وكان عايز يقتلها وكان يقتلها في النهر بس تلحظنا الحظ الشرطة عرفت الحقها أصلا فانا بتفوق وبيعرف هيو انها لازم تلتح عليها من بعد صدمة اللي حصلت ليها وبيبان في انه خايف كترة عليها وبيعرفها في ان الكون اللي كان قلقا عليها وخصوصا نبوها اللي عرفت ان هو السبب في قتل امها علشان ياخد التأمين الخاص بيها وبيكون عايز اتعرف كل اللي حصل بس بتفكر وقت ما شفيته مع كون وان بيخونها وبتنكر ان حصل اي حاجة وانها كانت سكرانة بس مش اكتر بس لما بيطلع الدكتور بيكون عايز يكلمه ويحاليا في نار جواها وصدمة بسابل اللي عرفته ده فبنروح للراجل ده والاسم ينغئك وهو راح الشركة والكل يبيروحها بيه ومن الواضح ان الشخصية مهمة جدا فبيروح حشان يتقابل مع يون تي او واللي بارك بيشرح لي اللي حصل وانهم مش عايزين شقعات كترة هناك علشان ما تأثرش عصومة عملهم فبيكرر يروح يتابع عمل كون واللي بنعرف ان يديتي بقى بنته اصلا وبيزعى فيها علشان او اعلمها بشكل كويس علشان تكون كده في النهاية وبتعرفه في النهاية الربح تلو اكده ده بقدراتها رغم ان المرد ده باسمه بس بيكون شايف في النسوء احسن منها بكترة وتتدايق فانا كم بتعرفها في ان ما كان شفاء ايه كاميرات هناك وعلشان كم يعرفش يوصل له لأي حاجة والحسن الحظ ان شخص كبير شايفها وهي بتقع وبلغ عنها وعلشان كم بتكرر انها تشوف كل العمل اللي عليها وانها لازم ترجع بكرة رغم انها لازم ترتاح فبنروح لكون وهي مع يو وبيقضل وقت سوا مع بعض رغم ان زوجته تعبانة بشكل كبير وبيكون راجل واطف فعلا وهي يوطى منه فبتفكر في العيلة وبتقول لو انها كانت اتقابلت زمان قبل سبع سنين كان زمانه وما يقبع معهم طفل كبير برضو وعايزة تجوزها علشان الوقت لسه ما فاتش وبيقوم لما بيجي له رسالة بسطورة مع كون ومن الواضح ان في شخص بيبتزه وهو اللي ما سيح تسجيل الكاميرات وقتلق تدق على سوق فبيعدي لهم على تمثيل هيو في انه قال انا عليها انها تروح العمل وبترفض حتى انه يلمسها ويقرب منها وبتحمى بينش اي حاجة من اللي عرفتها دي على قد ما تقدر وبتأكد لانها كويسة وهتروح العمل عادي وبالفعل بتروح المكتب خاص بيها وبتروح ترسم وتصمم الاساس على امل انها تنسى اللي حصل ده بس انها كل زمالة بيستوربوا انها رجاءة العمل بالسرعة دي خصوصا انها بتحب العمل بشكل كبير بس انها بيجيون وبيشوفها وبيركز فيها وعلشان كاي بيفتكروا اللي حصل وقت ما حاول انه يتخلص منها ويقتلها اصلا فبنروح لابوها سيوك اللي بيروح بيوصل لها الطعام ده وهي بتفضل ترسم وتصمم كالعادة وفجأة كون بتيجي وبتخدها بحاجة انها تطمن عليها وكاتل انا وبتكون مش طيقة اتعرفها اي حاجة او تتكلمها حتى للدرجة اللي كون بتشك فيها او انها عدت بوقت صعب جدا وبتكر انها تسيبها علشان تتمي بعملها زمهية وبيبان فعلا انها مش طيقة خالص فبيجي لها المشروب ده من ابوها ومن هنا بتفتكر كلام تاجو فان امها ماتب بتسمم وكان ابوها معها في كل حاجة وفجأة وبيرن عليها وبتعرفوا فان اخي تتمنى حساء عظم الصور مفضل عندهم وكان بيرفد يشتروي يقدم دليها وعلشان كاي بتكرر تاخده بتشكرو على عمله ده وبيكرر يسيبها بس هي طبعا بتشك فيه وبتكرر ترميه في النهاية وبتكرر تيمشي وتتصل على تاجو عشان لازم تكلمه شخصيا فبتكون مشة يوم بيجو قدامها وبتخاف منه كتير وبيتطمن عليها وبيكون مستغرب منها علشان يفهمها غلط وراف تتديله اي فرصة لتبرر خالص وعلشان كتا عايزة يستنى لغاية ما تاخد قرارها وبيمشوها ميتدايق ويا بتكون مراوة منه فبتروح تتقابل مع تاجو اللي مستغرب من انها قابلته بس طرعة دي بس بتقدم عرض لي علشان عايزة تعرف عنه حاجة خصوصا انها في شركة كبيرة وعاوزة تعرف اللي بيدور في ماضي خاص بيها وكل ده وحد بيكون مصورهم اصلا فبيعرفة في انه عايزة يعرف كفضول بس مش اكتر فبتوجه في ان استقلب تومة الرشوة وتبرق فجأة بعدين وبتعرفه في انها تعرف كل حاجة عنه وانه عرضها انه يفضل يدور على مين اللي قتل امها وده علشان هيقوم قابل ده هتدلوه المال اللي تخليسها قد في حياته وبيفرح منها طبعا فبنروح لمؤسسة ين وده الخاصة بكون واللي بيكون هناك هو هيو وبركز في كتير فازو بتوصل وبتعرف ان بنتها قران عندها حمى وعلشان كابتقلق وبترها تطمن عليها وهي نايمة فبتفوق وبتفرح انها موجودة معها حاليا وعايزة انها تنم معا النهاردة وبالفعل سو بتسمع كلامها وبتكرر تتم بيها علشان ديها الوحيدة اللي لسه بقية لها واتحارب الكل علشانها من دلواتي فبتطلع بترني على كم وعايزة تشوف لو كون في العمل ولا لا وده اللي بتأكدوا عليها وفجأة ايوب ييجو بيكون بغير شكله وبترأيها غريبة فعلا وعمل نفسه محترم ونابس نضارة وده هو في البيت مع انه بخلف كده خالص فبترح تضايق عليها وبتوجه فانه طالما بيتم بيها في العمل فيها كده وبتوجه باللي شافته وانه ساب النادي اللي كان فيه وبيبرر لها كل حاجة بس انا بتوجه برضو بالرسالة واللي بيقول انها من صاحبه وبيتأسف له انها فقرب بشكل غلط بس انا بتفتكر وقت ما شفته وبتلاعف ان شابه اخوك كبير وممكن يكون هو بس بتنسى كل ده وعلشان كاب يروح يتأسف له وبيحضنها وعاوز تنسى كل اللي حصل ده فبيعد اليوم مع عمل سوف التصميم الخاصة بيها بس انا بتفتكر وقت ما شفت معلوماته عن يون وعن تعيينه وعن خيانة كل الاشخاص اللي حوالين منها والتفكيرتها بيكون واخد كل دماغها حرفيا ومش قدر تركز في اي حاجة للدرجة اللي كانت تتأذى اصلا ومن كتر ما بتاخد موادئات بتكون خلصت منها فبتروح لحضاكة الزهور دي مع البنت دي اللي بتكون عرفتها كل حاجة وشك في النيونها هو الصايقل اللي بتردها من سبع سنين خصوصا انه كان في كوريا من اربع سنين بس والبقاء في امريكا ومش عارف تركزها لحاجة فبتمشي وبتكانسل كل موادئة حاليا وبتروح تفكر في كلامها انها خايفة من مواجهة الحقيقة علشان دي مش اول مرة تحصل في حياتها ومش عارف اللي مصير دي بتكرر معاها تاني خصوصا انها كانت مفكرة انها تكون سعيدة وخايفة بشكل كبير فبيعد اليوم عارن كيم عليها خصوصا انها تأخرت على العمل وبتروح جاري بس تتفاجئ بعربية يون موجودة هناك وهي هي نفس العربية بنفس الارقام اللي شافتها وبتجري على طول فبتوصل بتلاقي ان يون هولا حضر مكان الاجتماع بما تأخرت بس سنية بتروح تبحث عن العربية بتاعته وستنتبعت شخص ليها وبتتكر كلامه علشان مش عاوزة تحكم عليه حكمه غلط فبيتقابله في الأسانسير وبتشكره على انه اخد مكانها في الاجتماع وعايز انها بطت تشك فيه ومش فهم اي هي اللي بتفكر فيه وبتسأله ازا كان هو فان ولا لا فبيروح يبرر ليها وان في اليوم ده كان صغرانه بيشرب وبيبرر ليها وعلشان كان بتتأسف وبيكرر يزمع الطعام النهاردة فبياخدها للستوديو خاص بيه وبتشوف انه كان بيجهز المعرض ليها وبيروح يجهزه الاساس ده سوا وبيبدأ يعمل معها كل حاجة علشان هي بتحب الرسم برضو والتصميم اكتر وبتستعرف انه زي برسم اللوحات دي فبيعرفها فانه بتخلص من تفكير بداء وبيروح يشربه اهوة سوا وبتشتغل معها وبتابع كل رسوماته واعماله ده وبتتأثر فبنروح لاتمام هيوب ارن وبيتعامل معها علانه وكيل اعمالها وده كله سنتابعت ثوبت ودحها فبيعاد دلوقتي بترفض ترد على ابوها اللي بيكونه قايف في المطر وبيردن عليها ويبتشوفه ويمشي وبيكون معها الطعام اللي محضروا ليها فبترها تحمي من المطر وبتشوف انه جايب لها الطعام وبيتم بيها وعلشان كان بتفتكر الماضي ويتمكانت عند الدكتور وبتاخد العلاج ده اللي بيخليها تنام وعاوز تتم بدراستها ومتخليش اهلها يتعبوا معاها وكان هو اللي بيروح معها في كل مكان وانها بتتم بيه وبتخلي السائق يوصله وبيتطمن عليها وعلى صحتها بيفرح فبيعاد اليوم مع جوتي اللي بياخد معلمات من صاحبه ده اللي اكيد خاصة بعيدة سو فبنروح مع سو اللي تبعث له يونها عايز تقابله عشان يتكلمه وفجأة بيجي لاجتماع ولازم تمشي دلوقتي الواحدها وبالفعل بتقوم وفجأة جو بيرن عليها وبيعرفها في نيونتي دخل كوريا قبل سبع سنين برضو مش ربع سنين بس وبتستغرب وبتفتكر قبل سبع سنين لما قابلها وبيعرفها في انه يسافر بعد المعرض وبتستغرب بس الخادمة بتعرفها في انها تسافر ويتسيب ارن وهيوم مش موجود وبترن عليها وبيكون مغلق فبيكون هيوم تابع الخادمة وبيقوم يرجع شكله طبيعي وبيدخل فبيروح يجهز الورق ده وبيمشي والستة دي بتشوفه وبتستغرب فسو بتروح بتعرف ارن انها غابت عشان تعبانة وبتقلق عليها وبتدور في البيت بس مش بتلاقيها خالص وبتبدأ تدور والان اكتر عليها فالشخص ده بيعرفها في انه يو كان مع واحدة تانية مقربة منه وبتتصدم وبترن علي كم ومش بتلاقي يكون هناك وبتعرف انه قبلها طبعا فبتروح وهي الان على بنتها وبتوصل البيت ده وبتكون عايز تدخل وتتعصب عشان مفكرة ان بنتها جوه والكل بيحس بيها فبتخلص وبتروح ومش بتردها لأي حد وبتشوفها في الاخر موجودة وبترتاح فبتوجه في انه كان مع امين في العمل بتاعه ده فبيعرفها في انه كان مع ارن لوحدهم وبتعرفه في انه يبقى اتصل بحبيبته احسن وبتوجه بده وعاوزها يكون صادق معاها بس بيواجهها في انها بقي بطنار كتير وتغيرت بس اتزلق بتروح تمشي شوية لوحدها وفجأة صاحبها بيرن عليها علشان يتجمعوا من ايام الجامعة وبيعرفها في انه يكون هناك ومن هنا بتكرد روح وبيفرحوا جدا بوجودها لا وكمان بتشرب وبيحسوا انها مش كويسة او بتعاني فترة الاخيرة دي وبتسألة لو هي بتخبع عنها حاجة ولا لا وطبعا كون بتنكر ده وده بيضيقسو كتير وبتكلموها لانه كنت حسن منها كتير ايام الجامعة ولما بتضيق اكتر سبتتكلم على انفصلها وخطبها السابق وبتحاول تضيقها كتير وعلشان كان يوجهوا بعض في انهم متمين ببعض وانها متمة بعليتها وزوجها وبتشوفوا انها سكرانة جدا وبتحضوا بعضها حرفيا بعد ما اعرفوا كل حاجة وسبب تفضل تشرب كتير فبيعدي لهم عفو انسو وهيو بيعرفها باللي عمله وانه جاب لها الاوراق وعلشان كان بتروح تشوفها وبتشوفوا المال اللي سوك اخذ من وراء امها وتأجير كون للشقة كمان وبتكرد تروح لي هناك بس الكن بتجيب لها اجتماع وهي بتكون بتتبع كون وهي قلقانة كتير من موجهة الحقيقة اللي بتروح وتشوف وصول هيو قررين اللي هناك برضه وبتتخفى وبتتصدم وبتبكي كتير لما بتشوفهم رايحين عادي وبتمشي وقررين بتكون مبسوطة مع كون والكل مبسوط معادة هي علشان عالية تتخلت عنها وبتكونها تغبط اشخاص كمان وبتصرخ وبتبكي كتير لما بتتأكد من كل حاجة اللي بتفوق وبتلاقي نفسها في المشفى ده وبتستغرم المكان بس بتطلع تتمشى فيه واللي بنعرف انها بتتخيل نفسها في الماضي وقت مخلفة قررين وكان هيو القررين جزء مبسوط بها كتير وفرحانين بها وما الاتنين مع بعض فانا هي بتكون متعصبة ومشية خصوصا بعد ما شايفت ان بنتها قررين معكون وفرحانة معها بشكل كبير وانا طلع الكل بيخونها في الوقت ده أصلا فبتروح جاري عشان تلحق مكالمة كيم ليها علشان تحضر الاجتماع واللي بتروح تخلصه وتروح في عربية خاصة وتروح لوحدها وبتأكد انها تعرف تسوق بيها بس سنية بتطلع وبتكون مش قادرة اتملك نفسها وبتقول انها كانت مفاكرة انها عارفة كل حاجة عن هيو بما ان والد قررين بس طلعت غلطانة علشان يا ما تعرفش عنه اي حاجة اصلا فانا بيكون بلعب مع بنت قررين مبسوط جدا ومعاها وده على وصولها ليهم واللي بتبان انها تعبنة كتير بس مش بتعرفوا اي حاجة ولا بتعرفوا انها شافتهم وهم رايحين عندكم علشان طلع بيكونها مع صحابتها المفضلة وبيتطمون على بعض وبيعرفها في انه يرجع يدرس في الجامعة من جديد علشان ما عادش عايز يفضل في البيت وبتعرفها في ان ينغسون وجوزها تطلقوا علشان عارفت انه جوزها بيكونها وشايفة في ان الشعار ده صعب اصلا وبتلاحظ انه تغير وبتفتكر كلامها مع الدكتورة النفسية في انها عاوز تنتهي منهم وتقتلهم كليا وبتعرفوا ان الخيانة ده حاجة صعبة ومش لازم تحصل لعالتهم وبتخليه فكر في كل حاجة جدا وبتقوم تمشي وبيفضل مصدوم فبتره تقعد مع بنتها قرانو بتسأله عن المكان اللي راحت فيه واللي كان صاحب ابوها واللي بتكون مش عارفة المكان ده اصلا وبتفتكر الوقت ده وانه اخدها للمكان الغلط وبتضي المركزة في ده فبنروح ليونالي بيروح لكون الخيانة وبيقرر يقبلها وبالفعل بيأخذ المكان الورشة بتاعته وبيتكون بتتم بيه معجبة جدا بالمكان ده علشان ده بفقرة وقت ما كانوا مع بعض في امريكا وبتفرح فبيعرفها في انها لازم تتوقف على بتعمله ده وبيسكوته وعاوز تعرف واكتشف ده انتا اصلا فبيفتكر وقت ما كان في العمل وشافها ماشية مع هيو والزوك سو وبيدخله في الفندق سوا فبتعرف ان الراجل اللي مرتبطة بهم الزوك سو خالص وبتصدمه فبنروح لسو اللي بتروح تتابع هيو وبيكتب وبيكون بيخبه حاجة غريبة في الموضوع ده في حين ان يسو بتروح تحط قمرت مرائبة في البيت علشان تعرف وترايب كل اللي بيحصل ده فبيعدي اليوم هتحضر سو في انها تروح العمل وطبعا مش بتمشي من غير علاج الصداع خاص بيها بس ان هيو بييجو بيتكلم معها بس بتعرفوا ان الرن مش هتروح الحضنة من دلوقتي وهتجيب لها معلم خاص وده بيضايقه علشان يتصرفت من نفسها على طول وبتمشي ومن هنا بيجي لفنو بيستغرب في نفس الوقت كون بتكون بتجهز حاجتها وفجأة سو بتشوفها يبركزوا بعضهم الاثنين ويبيلاحظوا ان في حاجة غريبة حصلت بينهم فيسو بتدخلوا لي على اخيرة خصوصا انه كون بتمثل انها صحبتها ومعرف نفس العمل كمان فبتروح تشوف عملها وبتعرفها وبالضيئة بنجاحها على طول فسو بتعرفها في نفسها ساعدتها قبل كده علشان كانت مفاكر ناس صحبتها بس كل حاجة تغيرت علشان ما كانتش تتوقع انها تعمل كده وبترفض التخاليات تتكلم وبتمشي على طول فبتروح تعدي نفسها وبتمشي علشان تروح لعمل كاعدتها فبتروح تقابل تهجو اللي بيداها سجيل الطب للمعه في اليوم اللي داخلت في المشفى واللي بيفتكر وقت متقابل مع الدكتور اللي بيعرفوا انها جاءت 4 مرات والمرة الاخيرة كتت ميتة فيها وبيفتكروا اليوم ده وقت محاولوا نوم يمقذوها خصوصا بعدما شربت المبيدات الحشرية اللي خدتها وتاجو شايف انه مستحيل تشرب بمبيدات في كل مرة وانها لإما كانت بتحاول الانتحار لإما حد كان بيحاول أطلعها أصلا وطبعا ده بيصدم سوء كتير وبتكرر تيمشي وبتروح لوحدها فبتروح لأبوه سيوك أو قدر ألجو زمال اللي موجود معاه من زمان وبتتخيل نفسها وقت مكان صغير في المكان ده وبتشوف الألعاب ومش عارف تشتريها وكل الأشخاص بيلوموها على حاجة ما عملوهاش أصلا وكان هو اللي بيقف معاه في صفاء على طول وبيدفع عنها من أي حد بيكون بيكرهها بل كان بيدلحها على طول ومستقربة في النزام ممكن يكون يعمل كده وفجأة بيجو بيفرح انها موجودة فبتروحه بيكون يعيز يجيب لها طعام أو فكهة أو أي حاجة بس بتوقفه وبتعرفه في أنه فيش يخص زرم التأمين بخصوص العائدات فبيستغرب أنها كانت عارفة وبيرجع للماضي وقت ما كان مع أمها اللي خبه منها المال علشان هي كانت مضمنة على الأمار وحوالي منعها بس هي كانت بتهدده بيشربه المبيدات على طول ولما كان بيسمع كلامها بس فيها حتى لما كبرت فضلت تعمل كده غات ما ماتت من ده وأنه في الحقيقة معرفهاش أي حاجة علشان هي كانت بدأت تدرس وتفوق نفسها والعملها وبدأت تمشي من الظلام اللي كانت فيه وأنه يسد كل ديونها بالتأمين ده واشترا شقة يكون فيها ويتأسف أنه ما قالهاش أي حاجة وأن الشخص اللي قاله على التأمين كان هيو وكان عارفه أنه ما شربت المبيدات حجر وماتت علشانه كان معاه في المشفى أصلا وبتفضل مش قادرة تتملك نفسها خالص فبنروح ليوني اللي بتقابل مع هيو وبيعرفه بأنه عاوز يلاقي الشخص اللي حاول قتل سوق عشان يسأله لو عاوزها تشك فيه خصوصا إن الكاميرا دي سجلت لقطات صغيرة أو تسجيل صوتي وبيكرر يساعده عشان ممكن يرجع على الصورة دي ويروح وبيستراب مخرجه كل من المكتب بعد الاجتماع أصلا فأنا بيحاول ساعدة البيانات واللي بيكون عارف يعمل ده ولما بيجي يشوف اللي حصل بالزبط السوق وانه راح وراعه وحاول يطردها وبيوقفوا شكله وبيلقفوا إن زاملهم بايك أصلا وبيتصدموا بشكل كبير ويوم بيروح عشان يلاقيه فانا كين بتكون بترنى على بايك وده بما إنه على علاقة بها أصلا ويوم بيروح عشان يسأله عليه واللي بتعرفه في أن يذهب لمجموعة وانجو وده نفس المكان اللي سو رحت هناك فيه ويروح جارة عشان يلحقها علشان حاسس بأن بايك ده يعمل فيها حاجة خصوصا إن فونسوف العربية ومش بترد عليه خالص وده على غير عادتها وبيكون مرعوب فانسوف بتخلص مع بها بتيجي تمشي بتطمن عليه بيوضعه بعض وبتمشي على طول فانسوف بيدخل بروح يبص صورة بمها جونغ وبيرميها وبيكسرها على طول ومن هنا بيفتكر وقت ما شربت المبيد الحشر ده وكانت عزيم كزه بس هو كان واقف ومعمل لاش أي حاجة فانا يوم بيكون روح جارية للسوشان يلحقها خصوصا إنها يوبايك هيكون في نفس المكان فانسوف بتكون تضغط على فرامل بتعمل ايه وبتغبط في كل حاجة قدامها وبتتراب جدا بس يوم بيكون وراها بيحاول يوصل لها خصوصا إنها مش بتعرف تقف خالص ومن هنا بيروح ليها وبتعرفه فانا فرامل مش شغالة وعلشان كده بيروح بيحاول يعمل لها أي حاجة عشان يوقفها وهي بتتراب بشكل كبير ومش عارف تقف ازاي لغاية ما بيكرر إنه يقف قدامها بعربيته وبتغبط فيه جدا وبيعمل هذا بالفعل وبيكون عنده ستادي ضحها بحياته علشانها أصلا فانا الشرطة بتيجي وبيترح تتأمل وبيتفتكر لو كان حصل لها الحد كهتوقع في النهر وبيتكون خايفة كتير بس يوم بيجي وبتعرفه فانا فرامل كانت شغالة عادي وبتستغرب إن كل حاجة كنت مختلفة وبتفتكر إنه وجل كوريا قبل سبع سن قبل كده علشان ببنيته على كوريا وبتستغرب إنه يعرف مكانها فبيعديها وبيعرفها فانا هيعرفها بعدين وبيمشي سوا وهي بتكون حزنة كتير على حياتها وبيتضمرها من كل النواحد أصلا فبيوصلها وبتعرفه فانها لسه مش قادر تسوق فيه بشكل كلي ولا بأي حد تاني ولا حتى بنفسها وبتشكرها بشكل كبير على اللي عمله معها وبتدخل وبيفضل مصدوم أصلا فأول ما بتدخل بتفضل تبك كتير ومش عارف إزاي تعرف تنسى اللي حصلها النهاردة ده فبنروح ليون اللي بيقول لها لوان شخص بس بيروحوا بلقى الشخص ده اللي وقع من فوق المبنى وبتصدم جدا فانا بتكون سوا بتشوف رسمه والعب انتهى أرين وفجأة هيو بيأتي لها وبيستغرب وبتعرف انها حاسسة جدا اليومين دول وبيعرض لانه ساعدها بس ببصوله بسطة بتسكته وبتمشي على طول فبيعدي اليوم عتاجه اللي بروح ليونغو وبيستنى خصوصا انه حاليا بيعمل لقاء صحفي مع شخص ده واللي بيقول في انه عد وقت كبير في عمله في مؤسسة يونغ الفن وبيكون بيساعد الأطفال الفقراء الموهوبين أصلا وانا اكتر واحدة كانت موهوبة هي ياسو جايون واللي بتتصور معاه وبيعرض تعجوه بيها وانا كانت طفلة مميزة كتير فبيتكلم معه بيخلصه وبيطلع بس بيستغرب من وجود كون هناك في المقابل سيكون مرائبة هيو أرين وهم في البيت ولما بتكون تحزف التسجيلات دي بيجي لاجتماع وبيبعت لها رسالة قبل سبع سنين وبيفكرها بيها وبتشكينها في كل اللي في المكتب حرفيا فبنروح ليون اللي بيكون مثل النبيك اللي وقع من فوق المبنى وبياخد فنه اللي بيلاقي بيرين وبيتكلم معادل النبيك والمفاجأة في اللي بيكلمه بيكون هيو أصلا جسو وعلشان كالي بيبحث عنه وعن عمله وبيلانه شغال في التكنولوجيا برضو في المقابل سيبتكرر تفضل بتصرف العمل وبتاخد علاجها وبتتكر كل اللي حصل معها سواء من جزاء أو من أبوها أو من خلال الجزاء وبنتهي ليها وانقارها مرم بالحدثة اللي حصل لها ومساعدة يون وبتكون مش لايه أي تفسيرات لأي حاجة وهتتجنن كليا وبتفتيك الرسالي جاءت لها وقت ما كانت تولد قدرت الشركة في المؤتمر وبتكون مش عارفة هي ملئة خالص فبيعدي اليوم مع تجهزات المؤتمر الصحفي والصحفة ده بيكون بيتابع كل حاجة خاصة بسو فبنروح لكم اللي بتحاول تحاول توصل لسوب أي طريقة ومش عارفين يتصرفوا ازاي واللي فجأة بتوصل وبتتأسف ليهم وبتكون مش قادرة تركز في أي حاجة خالص فبيعدي الوقت ويوم بيقرر يتابع كل حاجة موجودة لو كمان بيتابع سو اللي بتكون مرتبكة بشكل كبير وعصابها بيزة حرفيا وبترفض أي حد يساعدها بس هي بتكون مرتبكة جدا ومش قادرة تتملك عصابها خالص ولما بتجي تطلع يوم بيوقفها علشان ما تروح شوية في الحالة دي وبتتصدم فانا اللي بيطلع بارك وكل الحضور بيستغرب النسو ومش يلا تظهر فانا بيكون موقفها رغم انها عايزة تروح خصوصا انها لسه شكة فيه ومفكر انه عاوز يضروها اصلا وازاي بيعمل كده فيها وبتكون مش فوعية خالص وعلشان كابيوقفها بيعرفها فانا ما خدتش دوا الصداع فبتستغرب منه جدا وعايزة تعرف ومين فبترح تتأمل في نفسها وبتردن على سوكينغ الدكتورة النفسية اللي بتروح وبيكون متعلق لها محليل اصلا فبتفوق وتعرفها فانا ما خدتش علاج علشان مش عايزة تتمد عليها كليا وبتعرف في نيون عارب بحالتها واللي بتعني منه ده فبيعد اليوم وبتروح تتنبي بنتها قرين واللي بتعرفها انها تلعب مع صاحبها وانا قصها متساقين وبتعرفها فاناها ترجحها تاني الحضانة بعد عشر ايام وبتفرح جدا بدا فانا ابنتي بتروح لهيو وصوب بتعرفه وانا ما يأخذش قرين لبرا البيت وضه امر منها ويتمشي وهو بيتصدم منها كثير وطبعا بتكون متابعة بالكاميرا بس انا بتطلع بتجي لها ست دي اللي بتعرفها باناها شايفت هيو كان غريبه وتستغرب فانا بتروح العمل وبتفتكي الكلامة وانه كان متغير وحتى عربيته كان غريبة وبتروح تتابعه وبتكون مش لقياه بس فجأة بيظهره وبتستغرب منه فعلا وفجأة وبيجي قدامها وبتتصدم بشكل كبير علشان طلبها وقدامها ام المين اللي مع بنتها ده وبتجري لاما انها تلحق بنتها اصلا فبيروح معه بيقر يسوق وبتخليه روح جاري للبيت وعايزانه متحققه من قرين فانا بتوصل وبتروح جاري للبيت وبتطلع بتلاقي قرين نايمة مكانها في السرير وبتتصدم وبتكون مش عارف اين شايفته ده اصلا فبترحتش في القامرة وبتتصدم والخدمة بتعرفها فانا جات وملقيتش اي حد في البيت وبتمشي فانا بيكون عايز يعرف ايلي حصل ده وليه يا جاتلي هنا فبتزعى فيه علشان ليسا بقرين لوحدها في البيت فبيعرفها فانا اللي رسلته علشان ييجي وقالت له انها تسبع مع الخادمة فبتتصدم وبتكون عايزة يلاقي اخوه اللي اختفى ده ومستغربة في انه زيه مش بيدور عليه علشان هو اختفى من تهتيت سنة وبتصدرب انها تتكلم عن الائلة حاليا وبيعرفها في انها وارن عائلتها الوحيدة وعلشان كابتعرفه فانا ما ينساش اللي قاله دلوقتي ده وبيتصدم فانا بتكون كوم بترسم ارن اصلا وهي في المطعم وبتعرف انها دي لها انها بترسم بنتها والمسلسل ده محدش عارف في اي حاجة فبتتخيل نفسها ومن الواضح انها كتتحامل وسقطت فبنروح لسوق اللي بتتكي الكلام مع ايو جوزة عن اخوه والتيجو بيرن عليها ويبعث لها كل تحركاته اصلا فبنروح لبحث يونويو في فهم بايك السايكو واللي بيلاقي اكتر من شخص رن عليه من رقم مجهول ولما بحثوا عنه لأثورة يوزوكسو بس باسمه يوتشي سونغ وبيستغرب من هذا الحصل ولكن انا بفتكر وقت ما اكلمه اصلا وكان بيتكلم على التصميم وانه بيدرس تكنولوجيا وبيفتكر كلام كون في النهراجل اللي بيتقابله ليش يوزوكسو ده اخوه التوقم والاسم هو سونغ فبنروح لسونغ تصل العنوان ده واللي بتتغرب منه اصلا ومش بيتلاقي حد اكونه كان مهجور وبتتأمل في كل حاجة وفجأة في بنت بتعرفها في انه لم يوجد شخص هنا وعلشان كان تسئل عن سونغ اللي كان يعيش هنا اصلا واللي معتش موجود وبيفكروا رح لمشفى عشان كان تعبان فانه بيجي ماشية ارم بترني عليها اصلا في المقابل سوكيونغ تتكلم عن الاضطراب الكوتب السونائي وده المرض النفس اللي عند سوء اصلا وانه المرض منه يعاني من تقلبات في المزاج وبيجيلوا وهم وسلوكيات كبيرة وبيقل رغبة في النوم وبيكون عنده كتاب وقلق واللي بيكون متابعة وهي جوزها وبيقفله لما بتصل ويعرفها في انها كويسة بس حاست انهم مختلفين وعايزت تتعامل معها بشكل حسن واتطمنها فبتروح وتفضل مع ارين وبتعرفها في انها بتكون مشغولة في العمل على طول وشايفة في انها مبسوطة فيه وتعرفها فانها طالما مبسوطة فهي هتكون زيها وتفضل عايزة تكون معا في عيد ملاده هم الثلاثة ويقضي يوم كويس سوا وبتوعدها انها تعمل كده بالفعل فبنروح لكامل اللي بتكون مصدومة من موت بايك وبترنى على سوف وقت متأخر وبتقول لها حاجة في المقابل بيكون يوم بيحققه في موضوع حسن غدا وفجأة سوف بترنى عليه وبتقابله وبتكلمه على بايك اللي رحلي في اليوم الحادث اللي حصل لها وبتلومه على انه مقلهاش خالص فبعرفها في انها مكانتش تعمل اي حاجة علشان هي كانت هتنط مرتين ومش عارف يلي بتحاول حماية يو وهو بيحاول اطلها اصلا فبتعرف ان الام حياتها المهنية وعلشان كان بيعرفها في ان بايك هو اللي حاول اطلها وده من تخطط يو صنغ وبتصدم جدا فبتمشو يا سرحانة كتير وبتجري لما بيكون فيه اشخاص عارفينها بس هنا تدخل المقابل وبتروح تفكر في يو صنغ وان هو اللي ورا كله متردتها دي وبتكرن كلام جزء يو في انه بادى عنه من تهتين سنة ومستقربة في انه لا بيعمل فها كده اصلا وفجأة بتفكر تحمل بيبة عليها وبتفكر كل الحادثة اللي كانت تحصل لها وبتفكر وهي مصدومة للدرجة اللي بتكون قصرة كوب القهوة وبتخط بقاءة الكوب وبتضغط عليه للدرجة اللي بتنزف ويا مش حسب نفسها اصلا وعلشان كده بتفكر الماضي وقت ما كانت بتعمل كيف نفسها من كترة الضغطة اللي كانت فيها والحالة انها كانت بتتعالج من صورة في الطب النفسي للدرجة اللي كانوا بيشوفوا وبتجنبوا ده اصلا وبتروح تجرح نفسها بسبب كل اصحابها عليها وانهم شايفينها مرضى نفسيا اصلا وبتشوف انها بتنزف وبتحاول تخب دعا الكل بس وقتات قابلت معكون وقارت انها تساعدها وبتشوف انها بتعرف ترسم بشكل كبير وبتلاقي انها موتامة بالفن وبتسيب تنكر وبتطمن عليها اصلا وبتعرف انها بتعني في حياتها وبيدربها بوها برضو علشان هي بتجيب المركز التانية على طول وبتحاول تفرحها وبيعود على بعض ومن وقتها وما بقى اصحاب اصلا فبيعاد الوقت وبتكون مع سوكيونغ اللي بتحاول تعليج جرحها وبتعرفها فانها لازم تساعد على نفسها اكتر علشان المشاعر بتخلاتي ازي نفسها من غير ما تقصد فبيعاد اليوم مع تاجو اللي بيجمع معلمات اكتر عن هي صونغ وبيعرف سوك بكل حالته وان اخر مرة كان في المشفى في عام 2015 والمفاجأة في ان في شخص بيكون متابعه اصلا فبنروح لسوك اللي بتروح تركب كاميرات مرائبة في بيك كله وبتعرف هيوف انها لانا على بنتها بشكل كبير حتى لو كان هو موجود اصلا وبيبدأ تخانق معها علشان يبدأ التخنوقه خصوصا انه بيستحمل كل تقلباتها دي وبرضو تفضل شايفة فانها بتعمل كل ده سابع لتها وبتطلع تتابع عامية تركيب الكاميرات فبيعاد الوقت وبيتروح تتابع كونه ايها بترسم وعايز تعرف هي بتشوف مين الايام دي وعاوز تقدمه ليها وشايفة في انها تتفاجئ لو شفته اصلا وبتخلصه مصدومة كتير وبتخلقها فضلية وبتمشي ايها مش طيقه على الاخر بس برضو بتكون شك كافية جدا فبنروح لما تابع تيونو بايكو في المشفى وبيكون عاوز يعرف كل حاجة عنه اصلا فبيروح لمكتبة شو سونغ واللي بيروح يشوف صورة عيلته وبيلاحظ انه مستغرب منه كتير بس انه بيروح يعرفه في انه بايك واقع من فوق المبنى وبيستغرب انه مش عارف اي حاجة اصلا فهي بيفتكر وقت ما اكلمه وبيعرفه في انه عارف حاجات عن سوء وعاوز يقابله وعلشان كيبيرن عليه وده اللي سمع يونساعتها والحقيقة انه اتصل به عشان يعرفه وكان عايز ايه وبيفضل ينشكك فيه كتير وعلشان كيبيرن يعرفه في ان الشرطة هي اللي اتحققها في الموضوع وانه فيه سبب بيخليه يعمل ده اصلا وبيستغربه من بعد جدا فبنروح لكم اللي بتعرف سوء في ان التقرير خاص بفحص عربية تعرفوها فان الفرامل ما كانت شغالة كويس وكان لازم تتغير في وقت قبل كده وبالفعل بتشوف ده بنفسها وبتلاقي لعاية في الفرامل وعلشان كيبتضيها عرض عائلية لازم تصوره مع عائلتها وعلشان كيبتفكر في الامر ده فبتمشوا ايه حزينة من اللي بيحصل معها وبتشوف يو وبيلعب مع بنتها قرين وشايفة فانهم مبسطون اصلا بس هنا بتدخل وبيكون بيحاول تجنابها على قد ما يقدر وبتحس انها مش طبيعية وبتحس بالزام بكتر فبنروح ليون اللي بيكون صهرانه بيرسم في المقابل تاجو بيأخذ معلومات كترة من صاحبه اللي بيكون مستهارة من طلباته الكترة دي وبيعرفه ان ما عادش يهدده اصلا وبيضيق تاجو كتير اللي بيفضل يدرافه بشكل كبير وده وفيه شخص بيكون مصوره اصلا مغير ما حد يعرف وبيروح يتكلم مع سو علشان هو اشاف ان ما فيش حد في المستشفيات اسمه تشوصونغ خالص وعاوز يبحث اكتر واكتر من الاول وبيروح يعرف صاحبه ده وعلى شانكا بيخليه يدور معالج شخصونغ وبيحذرهم التعامل الوحش معه مرة تانية فبيعاد الوقت مع سو اللي بتشوف اللقاء اللي حصل قليتها وشايفة ان كل ده مزيف طبعا بس فضل اللقاء ده مبعاتها زادت بشكل كبير عن الاول وكل الترويجات اللي بتجي بتفضل عزام يزاره كعيلة من جديد خصوصا ان ده حقه مبعات كويسة والطيار ده لكن انها ترتاح شوية فتمشوا بالتابعة التحقيق واللي يأتي ويعرفها انه لسه كل شيء زي ما هي بس كان بسضل متأكدا انه بايق عمره ما يعمل دم نفسه او ينتحر وبتفكر الوقت ما كانت معاه وكان بيسيبه ويمشي خصوصا لما بيجي له مكلمات ومن الواضح ان هناك شخص يهدده بحاجة وكان مدهي على الاخر فبنروح للسل تشوفه فيديو خاص بقليتها وبتتأمل فيه وفجأة جيبي بعتليه انه يعرف يلاقي عنوان شو صنغ وعلشان كده بتروح جاري لينك اصلا ومن هنا يوم بيروح معاه علشان يسوق وبالفعل بيمشي سوا وبيروح دال الرعاية ده وبالفعل بتروح تسأل عليه بس بيعرفوها فانها كانت المفروض تيجي بدري علشان كان بيعني من عيلته ومن الواضح انه مات وبتمشوا اي محترك تروا بتعرف يون فانه ما يعرفش كمب اللي بايق عمله وبمانه كان حبيبها علشان يتتأثر بشكل كبير خصوصا ان الاشخاص مش بيتعرفوا على بعضها بشكل كامل حتى الازواج بيكونوا كده بس يوم بيفضل مصورة لانه يساعدها في كل حاجة وبتستغرب فبتروح وبتنم الحياة بتاعتها دي وبتحاول ترتاح شوية وبالفعل بيعدلها الوقت وبتفضل صحية مش جايلة نوم خالص فبتقوم بتتحضر العمل وبتكرر هنا انها تاخد علاج خاص بيها علشان تعرف تمارس حياتها طبيعية وبتلعب رياضة عادي فبتخلص وبترح تاخد كل تقرير الشركة من بارك وبتخلص وبترح اول مرة لأرين اللي بتفرح بها كتير فبتاخدها مع الخادمة عشان تفسحها شوية وبترح للمكان اقامة كون ومعها ورد وبتدخل عطل هناك بس مش بيتلاقي حد خالص وبتتفجأ بوجود كرسي لأطفال وبتعرفها في ان ابوها شايفة اقل منها بكتير وبتكرت ترح تتأمل مع عالتها وامها اصلا بل هنا ينغي بيجو بيفرح بها بس كون بتكون على اخرها فانا بيتكلم عن زمان وعن استثمروا بيها وبيكون عمل كده عشان كان شايفها بس انها يو بيجي وبيتصدموا من بعض خصوصا لما بيشوفوا كون موجودة وبتكون سو هي اللي خططت لداء بعدما دقات فكل اللي حصل معاها وفي كلام الدكتوره انه مات السنة اللي فاتت وبتعرف ان دي كلها كتلاب عليها اصلا فبتعرف ان فانها داع الجزء عشان دي مناسبة ويانوغي بيكون شاكي ان شوفوا قبل كده اصلا وهي بيرحبوا ببعض وبتخليه رحب بيها علشان كون هتترقى قريب وبتعرف اللي بينهم وانهم قلقنين من بعض فسو تتكلم على انه كون بتقابل هيو اصلا وبتصدم كل الموجودين فبتصلح كلامها وبتقول انها تتقابل مع شخص زي هيو كده وحرفين الكل بيخاف بشكل كبير وبيتصدم كلهم من بعض فالوقت بيعد ويمشي وما مش قادرين يتكلموا خالص بس تكون بتمشي وبتكون مدى انها كشفت فهي بيقفل المكالمة دي وهي بتلاحظ الرسالة الكتيرة اللي جات واللي لازم يخرج بس ناسه بتوجهه فانه هو هيو سونغ وانه بيخونها مع كون اصلا وبتصدموا والجزء بيخلص الهنا فترقى ستعمل ايام معاهم دعنا اعرفوا الاجزاء الجاية تابعونا بس قبل اطلاع تصلاك الفيديو ولو امر تباني اشتركوا في القناة وفعل الجرس علشان تطبع معاجز الجاية بكل سهولة ثلاث